نتحدث عن مدى تأثير تشكيل الحكومة على واقع البلاد ككل بعد معارض الزعيم التيار الصدري لثلاثين يوم هل الأيام أو المدد التي تعطيها بعض الكتل قانونية تخضع للدستور؟ هذا الشق الأولى الشق الثاني هل ستشكل حكومة بعد ثلاثين يوم بحسب قراءتك للمشهد؟ أم لا؟ أم أن الأمر تركى للشارع العراقي؟ هناك من ينتظر لربما أن ينفجر سخط الشارع العراقي حتى يشكل حكومة نعم نحن اليوم بصريح العبارة وبشكل قانوني اتجاوزنا كل المدد القانونية بل لم يبقى للدستور والقانون أي احترام وتقدير لدى هذه الكتل اللي هي المفروض أن تكون هي الأولى بالمحافظة عليها ضمن الآلية التي تتبعها اليوم أنا ما أنظر إلى مصلحة كتلة أو ما أنظر إلى مصلحة تشكيل حكومة وأنني أنت وأنت تأخذ وأنت وأنت ونشترك بالعملية أنا أنظر إلى مصلحة شعب ككل وأنت اليوم يا حكومة يا مسؤولين أنتم اليوم اللي تمثلون الدولة وأنت اليوم مسؤوليتكم أنه تحمون هذه الأمور ما حافظتوا على هذا الموضوع ولا طبقت الدستور ولا طبقت القانون لكن تدعون بتطبيقه بداعي أنه أنتم حتى تكون أكو مصلحة لكم فهذا الموضوع تم الخرق للمدد الدستورية والقانونية بشكل أو بآخر وبشكل علني وخلينا نسميه نقولون مستغلين الطيبة مستغلين أنه اليوم أنه أكثر الناس النوبلية تريد تعيش يعني اليوم الكل تبحث عن الحياة الحرة الكريمة التي تعمل بها وتكون أنه عاش في بلد آمن هذا الوضع أنه المفروض ما يستغل المفروض يكافع عليه الشعب لكنه للأسف تم خرق هذا المدد اثنيا أنه هل يتم تشكيل الحكومة من عدمها اليوم أنه إحنا لازم نوعا أو اليوم الدعوات التي تم أنه أكو الحكومة يأما تكون حكومة تتشارك بها الكل ضمن آلية معينة ويتم أو نروح إلى فريق الحكومة والمعارضة وأنت يا معارضة ابقى ابحث عن المواطن الخلل وكذا وثبتها وبالتالي أنت يمكن بالمرحلة القادمة راح تكسب ود الجماهير وتكسب أنه تكون بالحكومة والفريق الثاني بالمعارضة هذا اللي درسناه كله أما أنا اليوم أريد أبحث عن حلول أقول أنه إذا إحنا متوافقنا يا كتل بيناتنا ما راح نمشي إلى بر الأمان فهذا الموضوع أنه اليوم الشعب لازم إلى حدود وأعتقد تشرين وما تولد عن تشرين إلى ضوء أخضر يعني يدل على أنه هو موجود فإنت اليوم إحنا أكو أكو هدوء وأكو سكوت وأكو أكو لكن بالنتيجة هذا ما راح يمره ما لا راح يمشي شكرا